السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وابناتي طلاب الصف الأول الثانوي نكمل معاكم بعد فترة انقطاع وبعد ما رجعنا مرة تانية لكورونا أسأل الله أن يحفظكم وأن يعافيكم جميعا نرجع معاكم إن شاء الله ونكمل اللي كنا بدأنا ونبدأ الوحدة التانية الوحدة التانية بتبدأ بالدرس الأول ملامح من تاريخ مصر الفرعونية المؤرخون زي منتون السمنودي وده من أعظم المؤرخين المصرين القدماء أسم التاريخ المصري الفرعون القديم إلى 30 أسرة كل فترة معينة لا مميزات قوة وبتأتي بعدها فترة ضعف يعني نقدر نأسم كده ثلاث فترات قوة عصر الدولة القديمة عصر الدولة الوسطى عصر الدولة الحديثة ونقدر نقول كمان في ثلاث فترات ضعف زي عصر انتقال الأول عصر انتقال الثاني ثم العصر المتأخر وبعد كده بيأتينا الاحتلال الفرسي سنة 525 قبل الميلاد تعالوا نبص مع بعض كده اللي التأسيمة دي اللي قدامنا اللي هي اسمها المؤرخون والعلماء بعد تأسيمة مانوتون عندي العصر العطيق طبعا ده بداية الأسرات الأسرة واحد واثنين ودي من 3200 قبل الميلاد اللي هي الوحدة التانية اللي على يد الملك نعرمر أو مينة أو نرمر سوء إلى 2800 قبل الميلاد بعد ذلك عصر الدولة القديمة الأسرات من 3 إلى 6 وطبعا ناخد أهم ما يميز الفترات ديات بعد شوية من 2800 قبل الميلاد إلى 2200 قبل الميلاد عصر انتقال أو الضعف أوليد محلال الأول الأسرات من 7 إلى 10 2200 قبل الميلاد وحتى 2065 قبل الميلاد عصر انتقال الثاني الأسرات من 13 إلى 17 اللي هو الفترة اللي قالنا فعله أكسوس لمصر من 1775 قبل الميلاد وحتى 1570 قبل الميلاد يجي أفضل وأعظم العصور الفرعونية القديمة عصر الدولة الحديثة اللي ناجحت في مصر تعمل إمبراطورية ضخمة زي ما يجينا بالتفصيل دلوقتي وده استمر من 1570 قبل الميلاد حتى 1098 ثم العصر متأخر اللي يعتبر أطول العصور التاريخية الأسرات من 21 إلى 30 العصر متأخر من 1098 وحتى 331 قبل الميلاد هنبدأ بالعصر العطيق ده بيشمل الأسراتين واحد واثنين أشهر ملوك العصر العطيق طبعا الملك نعرمر أو ميناء وهو مؤسس الأسرة الأولى وهو موحد القطرين وطبعا أنتم عارفين أهم أعماله أنه هو نجح في توحيد القطرين الوجه البحري والوجه القبلي عام 3200 قبل الميلاد أيضا قام ببناء مدينة منف والتي كانت توصف أو تلقب بأنها القلعة البيضاء وتقع بالقرب من مدينة متر هنا بالجيزة حاليا وأقام أول حكومة مركزية نشأت في التاريخ يأتي بعد ذلك ملوك العصر العطيق اتبع سياسة حكيمة جدا في البقاء على استقرار الأوضاع والنجاح الوحدة بين إقليمي الشمال والجنوب حيث ربطوا بين الصعيد والدلتة عن طريق المصهرة وازدواج الألقاب النسب التزاوج بين الوجه القبلي والبجه البحري ثم الاهتمام بالأعياد الدينية في أرجاء البلاد أهم خصيص العصر العطيق أول مرة يظهر عندنا في مصر حكومة مركزية يعني عارفين يعني حكومة مركزية أولاد لأن كتير من الطلاب مش عارف يعني أصح حكومة مركزية المقصود بكلمة حكومة مركزية أن تكون في مدينة هي اللي فيها جميع مقاليد الحكم فها مقر الحكمة فها القصر فها الوزارات فها الصفرات وبيكون كل السلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية مركزها واحد زي مدينة القاهرة مثلا فدي حكومة مركزية كانت مدينة منفى قديما هي المركز الحكومة المركزية تأمين وحدة البلاد بين الدلتة والصعيد ببناء مدينة منفى في الوسط بحيث أنه يفرد سيطرته على الواجه الإبل والواجه البحري احتفاظ مصر بالاستقلال الكامل وتوطيد الأمن بها يجي بعد ذلك عصر الإبداع وعصر التألق عصر الدولة القديمة وده بيشمل الأسرات من ثلاثة لستة وبيطلق عليه عصر بنات الأهرام وطبعا أنت المعلومة دي مرت عليكم كتير بسبب ما قام ملوك هذه الفترة من بناء الأهرامات الضخمة العظيمة ومنها الهرام الأكبر اللي بيعتبر إحدى عجائب الدنيا السبع أعايز أقول لكم الهرام الأكبر مبني على تلتاشر فدان ارتفعه كان مية ستة واربعين متر ثم بسبب عوامل التعريه وصل إلى مية تمانية وتلاتين متر في معجزة هندسية في البناء الهرامي أو الهرام الأكبر أنه ما فيش مادة لسقة بين كل حجر والتاني وبالتالي إلى الآن العلماء متحيرون يسألون كيف بنية هذا الهرام الشاهق المرتفع الذي يبلغ عدد الحجرة في 2 مليون حجر وزن الحجر الواحد قرابة الألف كيلو عن الطن علشان كده بيعتبروا إحدى عجائب الدنيا السبع خصائص الدولة القديمة قيام حكومة منظمة قوية البنيان كثرة الموارد وزيادة الثراء في الدولة انتشار الأمن والأمان بناء ملكها الأهرامات الضخمة لذلك سمي بعصر بنات الأهرام ثم انتهى هذا العصر القوي بقيام أول صورة اجتماعية شملت مصر كلها طبعا انتعارفين الصورة دي قامت في عصر مين أيوا برافو عليك عصر الملك بيبي الثاني اللي حكم كم سنة شباب 96 سنة كان أطول فترة حكم على مر التاريخ المصري هو عصر الملك بيبي الثاني اللي في آخر عصره قامت أول ثورة اجتماعية في مصر عصر الانتقال أو الضعف ويشمل الأسرات من سبعة إلى عشرة وطبعا عصر انتقال أول من عصور الضعف في مصر ليه؟ لأن الملوك فقدوا السيطرة على البلاد تولى عدد من الملوك الضعف زاد نفس حكام الأقاليم فما خلاص ما عدوش بيدينه بالولاء للملك امتنعوا عن دفع الضرائب عدم الاستقرار والطراب الأمن سادت الفوضى وأهملت القوانين وزادت أعمال السلب والنهب علشان كده مرينا في مرحلة الضعف ثم انهارت البلاد حتى قامت الأسرة الحادية عشر فبدأ عصر الدولة الوسطى طبعا خدوا بالك دي ملامح من التين القديم يعني نبزة مختصرة مش بالتفصيل احنا بس بناخد فكرة سريعة عصر الدولة الوسطى أشهر الملوك منتو حتب الثاني وده من أهم أعماله أن أعاد توحيد البلاد وجعل عاصمتها طيبة اللي هي الأقصر حاليا وأخضع حكام الأقليم وأضعف نفوذ كبار الموظفين الملك ابن محات الأول نقل العاصمة من طيبة إلى أثيت تاوي طبعا طيبة في أقصى الجنوب في صعيد وكون العاصمة تبقى في طيبة بأنك مش تقدر سيطرة عدلتا فرح ابن محات الأول نقل العاصمة إلى أثيت تاوي وهي مدينة وسط يعني في الجيزة برضو وقريبة من منف عشان يقدر يسيطر على الشمال ويقدر يسيطر كمان على الجنوب حتى تكون قريبة من الدلتا وتكون عاصمته قريبة من منطقة خصبة ليستغلا في مشاريع التوسع الزرع مدينة أثيت تاوي بالقربة من بلدة اللاشت بمحافظة الجيزة ثم جاء بعد من محات الأول ملوك عظام زي سنو سرتي الثالث سنو سرتي الثالث طبعا أنتوا عارفين من أيام رابع ابتدائي وقال أعدادي أن من أهم أعماله حفر قناة سيزو سريس اللي بتربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط بس عن طريق نهر النيل وده ترتب عليه أنه نشطت حركة التجارة بين الشمال والجنوب بال وبين مصر وجزر البحر الأبر المتوسط والدول واقعة على ساحل البحر الأحمر أيضا بنقلة حصينة في الجنوب زي قلعتاي قمناه وسمنا يجي بعد ذلك المالك العظيم من النمحاتي الثالث واهتم بالإنشاء والتعمير واهتم بالزراعة والرأي وأقام زي من تفاكرين سد اللهون اللي استصلح 27 ألف فدان في منخفض الفيوم أهم خصائص عصر الدولة الوسطى انتشر الأمن والرخاء الاهتمام بالرأي والتوسع الزراعي تشهيد الكثير من المباني في مختلف البلاد لذلك سمي عصر الدولة الوسطى بعصر الرخاء الاقتصادي أنا أتوقف عند هذا القادر وإن شاء الله الحصة الجاية نبدأ من عصر الانتقال الثاني عشان نشوف الهكسوس وإزاي إدر أحمس يتعامل معهم ويقدر يتغلب عليهم ثم إن شاء الله نأخذ عصر الدولة الحديثة وأهم مميزاته ثم بإذن الله عصر المتأخر وأهم مميزاته وننتهي إن شاء الله مع بعض في الحصة الجاية من هذا الدرس أرجو أنتم تكونوا استفدتم واستمتعتم معنا ولو في أي ملاحظات أو أي تعليقات فأهلا وسهلا بكم القناة عندكم على اللي أنت مش فاهمه الجزئية اللي أنت حابب أن نشرحها أشوفكم على خير الحصة الجاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر